اشتركوا في القناة لما ترونها تذهل كل مرضاعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد واشهد ان محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ادى الامانة بلغ الرسالة نصح للامة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين اللهم جزه خير ما جزيت نبيا عن امته ورسولا عن دعوته ورسالته اما بعد تنبيهم قبل ان نبدأ في الحلقة ان تغيير القناة تغير واصبح 11.8.23 رأسي يعني يريد حضرتك تزبطوا ترددات الاقمار الصنعية عندكم على هذا التردد الجديد 11.8.23 رأسي اما بعد تعالوا بنا اليوم لنتكلم عن ذكر هو الاعظم في كتاب الله عن دواء لكل مغموم وعن شفاء لكل مهموم وعن راحة لكل متعب تعالوا بنا لنتكلم عن التسبيح اولا سنتكلم عن دلائر عظمة التسبيح وسنستدل بآيات القرآن على انه الذكر الاعظم في كتاب الله تبارك وتعالى والذكر الاعظم عند الله رب العالمين وسنتكلم عن كيفية التسبيح ما الاشياء التي ينبغي ان نفعلها كي تنطلق قلوبنا بالتسبيح الخالص لله سبحانه وتعالى وفي الاخير سنتكلم ان شاء الله عن تمرات التسبيح اولا ما دلائر عظمة التسبيح التسبيح هو اول ذكر اشار الله اليه في القرآن قال تعالى حكاية عن الملائكة تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك التسبيح هو الذكر الذي اختاره الله لجميع المخلوقات فليس من مخلوق في الارض ولا في السماء الا وهو يسبح بحمد الله تبارك وتعالى قال الله في سورة الاسراء وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ اي ليس هناك من مخلوق الا وهو يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم لماذا؟ لأن لغات المخلوقات باختلاف لغاتنا وأيضا لو كشف الله تبارك وتعالى الحجب عن أسماعنا وأسمعنا تسبيح المخلوقات لتحولت حياتنا إلى جحيم كيف تطيب نفسك أن تتبول على الأرض وأنت تسمع صوت تسبيحها؟ وكيف تطيب نفسك أن تلقي بالماء في الخلاء وأنت تسمع صوت تسبيحه؟ وكيف ستنام بالليل هادئا مطمئنا ساكنا وأنت تسمع أصوات الكون في تناغم عظيم وفي صوت مهيب يسبح لله رب العالمين يروى أن أحد الصالحين ألح على الله في السؤال أن يسمعه تسبيح المخلوقات فأسمعه الله تبارك وتعالى تسبيح المخلوقات فلم يستطع أن يفعل شيئا حتى البول لم يستطع أن يتبول وانحبس البول في جسده حتى وصل إلى درجة عظيمة جدا من التعب والألم فسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع عنه أصوات هذه المخلوقات فالله تبارك وتعالى كاشأحجب عنه أصوات تسبيح المخلوقات رحمة بنا لأننا لا نطيق أن نسمع هذا الصوت المهيب ولا تطيب أنفسنا أن نفعل شيئا في مخلوق وهو يسبح الله تبارك وتعالى ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حريما غفورا وقال تعالى في سورة النور ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه علم الله تبارك وتعالى كل المخلوقات كيف تصلي له وكيف تسبحه تبارك وتعالى وقال الله تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم وروا بخاريو في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قلنا نسمع تصبيح الطعام وهو يؤكل وهذا من كرمات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وروا أحمد في مسنده بسند صحيح عن أبي ذر رضي الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيات فسمع لهن تسبيح التسبيح هو الذكر الذي اختاره الله للملائكة فليس من ملك إلا وهو يسبح بحمد الله تبارك وتعالى في عليائه قال ربنا تبارك وتعالى في أواخر سورة الزمر وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين يقول تبارك وتعالى في سورة غافر الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء الرحمة وعلمه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن الله جل ذكره لي أي أعطاني الله الإذن أن أحدث عن ملك وهو من حملة العرش أنظر إلى عظيم خلقته أنظر لتعرف ضعفك أيها المتجبر أنظر لتعرف ضعفك أيها المتجرئ على الله في ظلمات الليل أنظر لتعرف عظمة الله وعظمة المخلوقات ولتعرف ضعفك بين كل هذه المخلوقات يا من تحرف بالله كذبة يا من تظلم يا من تأكل الحرام يا من تأكل أموال الناس بالباطل اسمع أذن الله جل ذكره لي أن أحدث عن ملك فرقت رجلاه في الأرض السفلة وعنقه مثني تحت العرش بل إن من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة الطير خمسمائة عام يعني الطير يطير خمسمائة عام من شحمة أذنه إلى عاتقه عشان يقطع هذه المسافة أين أنت أيها الضعيف أين أنت من هذه المخلوقات العظيمة التي تخشى الله تبارك وتعالى وتسبحه وتصلي له ولا تغفل عن ذكره وتعرف قدره بينما أنت تتجر على الله تبارك وتعالى ولا تعرف لله قدرا ولا حقا قال صلى الله عليه وسلم فرقت رجلاه في الأرض السفلة وعنقه مثني تحت العرش انظر ماذا يقول هذا الملك الكريم يقول سبحانك ربنا ما أعظمك فيرد الله عليه ويقول ما عرف ذلك من حلف بي كاذبا أي أن الذي يحلف بي كاذبا ويتجرأ على معصيتي يجهل عظمتي سبحانك ربنا ما أعظمك من دلائر عظمة التسبيح أنه الذكر الذي طلب موسى من ربه أن يصطفي أخاه هارون نبيا ووزيرا مساعدا له في إقامة هذا الذكر العظيم فقال تعالى كما في سورة طه على لسانه رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يثقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي مساعدا ومعاونا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري لماذا؟ كي نسبحك كثيرا كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا التسبيح هو الذكر الذي اختاره الله لنبيه داود وأمر الله تبارك وتعالى الجبال والطير أن تردده معه في صوت واحد فقال اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إن سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة أي محبوسة في السماء كل له أواب كل له أواب مطيع لأنه يطيع الله تبارك وتعالى تسبح الجبال والطير مع داود عليه السلام التسبيح هو الذكر الذي اختاره الله لنا في أشد لحظاتنا قربا منه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ماذا نقول في السجود؟ نقول سبحان ربي الأعلى والركوع نقول سبحان ربي العظيم من دلائر عظمة التسبيح أن التسبيح هو غاية من غايات إرسال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل الله لنا رسوله صلى الله عليه وسلم كي نسبحه في عليائه سبحانه وتعالى فقال كما في سورة الفتح إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لماذا؟ لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة في أول النهار وأصيلا في آخره قبل غروب الشمس التسبيح هو الذكر الذي يصنع المستحيلات أي إنسان عنده أمنية أي حد قدامه مشكلة شاف أنه صعبة ملهاش حل أي حد محتاجه يحقق هدف شايف أنه هو صعب المنال اسمع ما كان من أمر زكريا عليه السلام كما قال ربنا في سورة آل عمران حينما دخل على مريم المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت ومن عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هناك طمع زكريا في كرم الله دعا زكريا ربه قال رب هبني من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيا مصدقا بكلمة منه وسيدا وحصورا أي لا يأتي النساء تعففا عن الشهوات يتقرب بذلك إلى رب الأرض والسماوات وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنا يكون لي ولد وقد بلغني الكبر وامرأة عاقر هذا أمر مستحيل قال كذلك الله يفعل ما يشاء وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية يعني يا رب اجعل لي علامة لما شفها وتتحقق أعرف أن زوجتي رزقت بالحمل قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا يعني إيه؟ آية وحلامة حمل زوجتك أن يمسك الله لسانك عن الكلام لن تصاب بالخرص ولكن سيمسك الله تبارك وتعالى لسانك عن الكلام لمدة ثلاثة أيام إلا رمزا أي ستتكلم عن طريق الرمز أي طريق الإشارة ثم قال بالله عليك اسمها واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإذكار سبحان الله أمره الله تبارك وتعالى بالذكر بصفة عامة وخص من الذكر التسبيح طيب سؤال أستاذ نادية من الجيزة معنا؟ أستاذ نادية سلام عليكم عليكم السلام وحسن الزيارة من الزيارة إزاي حضرتك؟ إزايك يا أستاذ نادية ربنا يبارك في حضرتك لدى الله تقاك ومن خير أعطاك وللنار وقاك وجعل الفرص مأواك إن شاء الله اللهم أمين وإياك وربنا يبارك في حضرتك أستاذ نادية ربنا يعزك الله خليك فضي فتعني مليا عند حضرتك شوالي فضالي السؤال الأول رسول عليه السلام قال إن فيك حديث كده في ناس إن في ناس هتعبد السلام في لمح البتل في يوم تشخص في الأبطال نعم أيوة فقال مدهم يا رسول الله قال للنزين يجدون حوائج الناس أنا عندي أعلى خلايا حضرتك اللي بيق بحوائج الناس وبعد ما ترضى حوائج الناس بحث إنهم بيضعوا بقى يتققوا يعني بيدغطوا عليهم بيتكلموا عن كلام مش كويس ولطبعا مددرواش يقول عملينا بسا أضمنا الحاجات فلانية أو الحاجات فلانية فبي يعني بيجبت عليهم بيأخذ حقه السؤال الثاني حضرتك بمناسبة التنبيح فيه واحد يعني كان بيسبح ومسك السبحة وراح شير الزور عايزة أعلى خلايا حضرتك أيوة أيوة ماشر بيسبح رايح يشهد زور ومسك السبحة وحارب بالله وشير الزور وضافل بالتبحة وخارج بالتبحة عايزة أنا في رأيي حضرتك الإسلام ده ماشي حاط عايزة دعاء من حضرتك كنا برافع الظلم عني إن شاء الله كل من يسمعنا أسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع الغمة عن الأمة وإن شاء الله سيجعل الله بعد عسر يوسر ستمر هذه الأزمات والابتلاءات وسيعود الأمن والأمان والطمأنينة إن شاء الله تبارك وتعالى جزاكم الله خير فأمره الله تبارك وتعالى أمر زكريا بالذكر بصفة عامة وخص له التسبيح لذلك في سورة مريم لما قال تعالى فخرج على قومه من المحراب أول مطارع زكريا عليه السلام المحراب العبادة على قومه ماذا قال لهم فأوحى إليهم أوحى يعني أشار إليه فالإشارة بالمعاني الواحي فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية يمسك الله لسانه عن الكلام ويتكلم معهم بالإشارة لمدة الثلاثة أيام وحين يعود الكلام إليه أول شيء يأمر به قومه أن يسبحوا إيه السر وكأنه يقول لقومه يا قوم سبحوا بكرة وعشية فإن التسبيح يصنع المستحيلات أن سبحوا بكرة وعشية سبح بكرة وعشية يا صاحب الهدف يا صاحب الحل يا صاحب الأمنية يا صاحب الدين يا صاحب المرض يا من تأخر زواجك يا من لا تجد عملا سبح بالليل والنهار فإن التسبيح يصنع المستحيلات التسبيح يغير القدر ثاني التسبيح يغير القدر أستاذ حازم من سوهاك نعم تفضل بالنسبة للذكر والقرر صباح والمساء والصوائف القرآن نعم يا أستاذ حازم تاني تاني لو تكرمت تاني تاني مع المحظر مع الصلاة والصوم والحجر دي مع ذلك فينا ثاني ما لا بصل ولا طوم ولا بسد بيانا وهما لا تصاد بعين ولا السحر ولا مد وربنا قال إننا نحن نتذكر وإن حكمك ذلك حاضر بارك الله فيك يا شيخنا وإياكم وإحنا اتفادنا ربنا يحفظك ويبارك فيك إن شاء الله نكمل هذه النقطة وإن شاء الله نجيب عن الأسئلة قلنا أن التسبيح يغير القدر يغير القدر لما حكم الله تبارك وتعالى على يونس بالسجن في البطن الحوتي إلى قيام الساعة ما الذي غير هذا الحكم وأعطاه إفراجا مفاجئا قال تعالى فلولا أنه كان من المسبحين لو لا التسبيح للبت في بطنه إلى يوم يبعثون استنوا بقى أنا عايز الناس أصحاب المشاكل اللي اتلاءاتي يسمعوا كويس الكلام ده أنت مشكلتك أكبر من يونس عندك مشكلة أكبر من يونس عليه السلام وقعت في بلاء أو في ضائقة أشد من ضائقة يونس عليه السلام رجل في ظلمات ثلاثة في ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت لو في الأيام اللي احنا فيها دي مع التقدم التكنولوجي الرهيب اللي احنا موجودين فيه دلوقتي فيه جهاز يقدر يسمع صوته أو يقدر يحدد الحوت اللي ابتلعوا من بين آلاف الحيتان في المحيطات طيب لو حددوا عن طريق زبزبة موجات صوتية حد يقدر يطلعوا من بطن الحوت طيب حدد على وجه الكرة الأرضية يعرف مكانه الناس اللي كانوا معاه في البقاء في السفينة أو قومه اللي سابهم ويمشي حدد في الكون كله يتوقع المكان اللي هو محبوس فيه لا يعلم ذلك إلا الله إذا دق صدرك نعم أستاذ رانيا من الإسماعيلية تفضلي يا أستاذ رانيا أسمعك يا أستاذ رانيا تفضلي أستاذ رانيا قلنا أن يونس عليه السلام لما وقع في هذه الظلمات في الظلمات الثلاث ما فيش مخلوق على وجه الأرض يقدر يحدد مكانه ما حدش يقدر يعرف هو فين أهل والناس اللي كان معاه ومسابه ما حدش يتوقع أنه ممكن يقع في بلاء يعني بهذه الظلمة و بهذه الشدة والعظمة أن يسجن في بطن حوت وإلى متى؟ لتأبيد لخمسة وعشرين سنة ولا ثلاثين سنة ولا الاربعين سنة إلى قيام الساعة طيب فجأة كذا أمر الله تبارك وتعالى الحوت أن يلفظه وأن يخرجه من بطنه على الشاطئ إفراج مفاجئ يا الله تخفيف الحكم من السجن المؤبد للإفراج المفاجئ بإيه؟ بالتسبيح قال تعالى وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَلَّنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فنادى في الظلمات ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إن كنت تريد فرجا لكربك وشفاء لمرضك وقضاء لدينك قم وسبح واعترف بين يدي الله بأن الذنب منك وأنت الذي جنيت على نفسك وأن الله تبارك وتعالى منزه عن كل ظلم من ظلم العباد أو ظلم أي مخلوق اعترف أستاذ منا سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ منا تفضلي ربنا يجعل في مزال حسنتك ويبارك لك يا رب اللهم أمين وإياك يا أستاذ منا تفضلي أسمعك عايز أعرف اسم الله العظيم الأعظم علشان أنا بسبح كل التسبيح اللي أنت قلت عليه بقعت بصبتني نخد سيدنا يونس وبسبح الحمد لله وبستغفر وبصلي على النبي بس عايز أعرف اسم الله العظيم الأعظم اللي أتوجه به إلى الله ودعي لي أن ربنا يفكي قربي أسأل طبعك تعالى أن يفرج قربيك وأن يكفيك ما أهمك من أمور الدنيا والأخير يا أستاذ من ربنا يبارك فيك التسبيح غير القدر أعطاه إفراجا مفاجئا نجاه من هذا الكرب العظيم فيا من تعيشون في الظلمات بعضها فوق بعض أين أنتم من التسبيح ما فيش مبرر لليأس في الإسلام أصلا المؤمن لا يمكن يهيأس لا تنفد عنده الحلول إن انتهت حلول الأرض فحلول الله تبارك وتعالى لا تنتهي ولا تعجز فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حصل إيه فاستجابنا له ونجيناه من الغام طب هو الوحد يا رب الكلام دا للأنبياء بس للأولياء والصحابة والناس يعني أصحاب العلاقات القوية مع الله لا والله يقول الله تبارك وتعالى فاستجابنا له ونجيناه من الغام وكذلك يعني بنفس الطريقة ننجي المؤمنين بنفس الطريقة ننجي المؤمنين في كل زمان ومكان فيا من تعيش في الظلمات الذنوب وظلمات الكروب وظلمات المحن سبح يخرجك الله تبارك وتعالى من ظلمات ما أنت فيه إلى نوره المضيء العظيم وإلى فضاء الفرج تسبح ولا تفتر عن التسبيح فالتسبيح يغير القدر أستاذ نجلاء من الشرقية عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حضرتك احنا بيتكلم على التسبيح فضل الوقت احنا بيقول انت ذاكي بيقول يعني ايه لا إله سبحانك كأني كنت من الظلمين هل ده أفضل أنواع تسبيح فكر لا إله إلا الله ولا ممكن نقول سبحان الله سبحان الله وبركاته دي حاجة الثاني حاجة بقى شايفيت معنى معنا اللهم صلى الله وسلم على سيدنا محمد عليه وبركاته معناها ايه صلى الله على سيدنا محمد عليه وبركاته حاضر شكرا أسلامك العفو طيب طيب قبل أن نستغرق معلش بقى أنه نجيب الأسلح يعني لنها كثرت يعني تقول حديثا أن الناس تسأل عن صحة تسأل عن حديث يزعم فيه الزعيمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الناس ناسا يمرون يوم القيامة على الصراط في سرعة البرق قيل هم الذين يقضون حوائجنا ساذا الحديث غير صحيح لا يصح أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم البسبور الذي تمر به من على الصراط موجود في سورة مريم قال تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذروا الظالمين فيها جثيا طيب حتى وعلى افتراض صحة الحديث يعني واحد بيعمل كده ويرجو أن يمر على الصراط في سرعة البرق وهو في نفس الوقت بيمنى على الناس بقضاء حوائجهم يقعد يقول للناس أنا عملتلكه أنا خلتلكه أنا سويتلكه أنا ساعدتكه في كذا هذا عمله حاضط لأنه لا يبتغي به وجه الله ولو كان يبتغي به وجه الله تبارك وتعالى ما منى به على خلق الله ويعبتقول واحد بيسبح ورايح يشهد زوره مسك السبح يا جماعة التسبيح إن شاء الله إن جاد فإذن يعني إن كان فيه وقت هنتكلم التسبيح الذي أقصده مختلف تماما عن التصور الموجود في أغلب أذهانكم مش هو ده التسبيح التسبيح ده بينقل الإنسان نقلة أخرى يجعل منه وليا من أولياء الله إذ لم يؤثر التسبيح في الأخلاق فلا يعد تسبيحا يعد لغوا وطضيعا للوقت وخصوصا من الله تبارك وتعالى قال والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما شهادة الزور من كبائر الذنوب نعوذ بالله منها ومن أهلها الإنسان لا يصلي ولا يصوم بينما يصاب المؤمنون العصات والبعيدين عن الله وعجلت لهم حسناتهم في الدنيا فتلاقي الكفار عندهم المال عندهم الجمال عندهم الصحة عندهم الإمكانيات في كل شيء من مجالات الحياة مرتحين خالص ما عندهوش لا أمراض لمسة ولا سحر مرتحين ظاهريا يعني خلاص لماذا؟ لأنهم قد عجلت لهم حسناتهم في الحياة الدنيا قال تعالى في ذواخر سورة الشعراء أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون أيضاً لما تلاقي نفسك ما تنتفعش بالتسبيح أو بالذكر ممكن تكون لا تؤديه بالطريقة الصحيحة ما العبادات والأذكار عشان تنفع وتجد أثرها لابد أن تؤدى وأن تقام بطريقة صحيحة أو خصوص التسبيح سنتكلم عن الطريقة الصحيحة السريمة لإقامة هذا التسبيح وبالتالي يعني يحصل الأثر والنفع إن شاء الله وتبارك وتعالى الأستاذة منا تقول اسم الله الأعظم اسم الله الأعظم جاء في ثلاث سور من القرآن في سورة البقرة وفي سورة طاها وفي سورة ألي عمران ولما نشوف أسماء الله الحسن في هاتين السورتين هنلاقي الإسم من أسماء الله الحسن المشترك في هذه السور الحي القيوم وبعض أهل العلم وهذا ما أميل إليه وأرتاح إليه قال أن اسم الله الأعظم هو الله الأستاذ نجلاء أفضل صيغ التسبيح لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين وسبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ليه لأنها مقترنة بتوحيد الله تبارك وتعالى فأفضل صيغ التسبيح مقترنت بتوحيد الله تبارك وتعالى ونوعي يا أستاذ نجلاء أنا أقول النهاردة مئة مرة لا إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين مئة مرة سبحان الله والحمد لله ولا إلا الله والله أكبر ولا حوله ولا قواته إلا بالله مئة مرة مثلا سبحان الله بحمد عدد خلقي ورضى نفسي وزنة عرشي يوم هذه كلماته مئة مرة سبحان الله نوعي ولكن أفضل التسبيح ما كان مقترنا بتوحيد الله تبارك وتعالى وهذا هو السر في قوة حلمي أستاذ حلمي تفضل يا أستاذ حلمي أستاذ حلمي أسمعك يا أستاذ حلمي تفضل مادام حنان مادام حنان سلام ورحمة الله وبركاته مادام حنان تفضل يا أسمعك بعد يزنى حضرتك يا شيخ أنا والجتي متوفية بقى لها عشرين يوم وعيدة أدعي لها أدعي لها أقول لها إيه ولما بدعي لها بتدعوة بتستجد ليها حسنات بتروح لها حسنات بس مش عايزة أعرف حاجة غير كده أجيبوك إن شاء الله يا أستاذ حنان أسأل الله تبارك وتعالى أن يدخلها أموات المسلمين الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب طيب فأستاذ نجلاء أفضل صيغة تصبيح ما كان مقترنا بتوحيد الله تبارك وتعالى لا إلا أنت سبحانك إن كنتم من الظالمين سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تسأل عن معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنا لما أقول اللهم صلي على محمد معناها إيه؟ الصلاة من الله أو طلب الصلاة من الله على نبيه الثناء عليه صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى الله تبارك وتعالى حينما نقول اللهم صلي عليه ندعو له بالثناء في الملأ الأعلى عند الله تبارك وتعالى فاللهم صلي على محمد وآله وصحبه وسلم الأستاذ حنان بتقول أدعي الولدة إزاي؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمها وأن ينور قبرها وأن يوسع لها في قبرها مد بصرها وأن يدخلها وأمواتنا وأموات المسلمين جميعا الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب ادعي لها بما تستطيعين اللهم ادخلها الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب اللهم اجعل قبرها روضة من هذه الجنة اللهم احشرها مع النبيين والصدقين والشهداء والصالحين وحسنة أولئك رفيقة بس أنا أقولك على حاجة يا أستاذ حنان اوعي تنسيها قبول الدعاء من الإب للأبي وللأم بعد مماتهما مقترن بصلاحك أو بصلاح الإبن أو الإبن قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم إن قطى عمله إلا من ثلاث ومنها ولد صالح يدع له ولد صالح وجاء في صحيح الجامع والمشكة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا ترفع درجته في الجنة فيقول أن لي هذا الثواب ده منين يا رب أنا لا أعملتش حاجة تستاهل الثواب العظيم ده فيقال هذا باستغفار ولا ديك لك احنا كده نكون أجابنا على كل الأسئلة نكمل نقول من دلائل عظمة التسبيح أنه غير القدر وأعطى يونس عليه السلام إفراجا مفاجئا بعدما حكم الله عليه بالمكثف واللبث في بطن الحوت إلى قيام الساعة تخيل بقى فأنت سبح في ظلمات حياتك يخرجك الله تبارك وتعالى بنور التسبيح إلى فضاء الفرج والساعة طيب في حاجة مهمة جدا 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 اللي هي إيه بقى كيف نسبح يعني إزاي نسبح هل التسبيح اللي تقصده يا شيخ إن احنا نقول سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله بس كده لا نعم هذا يفعل إن شاء الله ولكن لابد أن يسبق بخطوة المفروض التسبيح يسبق بإيه بقى حلمي من بني السويف أستاذ حلمي أسمعك تفضل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إزاك يا شيخ إزاك يا أستاذ حلمي ربنا يبارك فيك ويحفظك بالوقت النقطة تقدي مع ابن أه يا ابن عايزي أقدم لها ابنك عايزي تقدم لها أه ها فهي هو بناتها أخواتها وردعين كلهم ها ردعين سوا يعني بس هي مش ردعة منه هو مش ردعة معه ها يعني هو ردع للأخواتها وكلهم بس هي لأ ها هي لأ ها هي مش ردعة عليها هم 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 طيب يعني أنت وراد على نقطة كبيرة بس نعم راد على نقطة كبيرة ولكن هي مرة رأيتش معاها هي مرة رأيتش معاها لا 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 أجيح خلاص لا بأس يا أستاذ حلمي أجيبك إن شاء الله أجيبك إن شاء الله أبشر قلنا أن التسبيحك يكون نابعا من القلب صادقا كما يريد الله لابد أن يسبق بأمور تعالى كذا معايا في أواخر سورة آل عمران يقول الله تبارك وتعالى وكلنا يحفظ هذه الآيات إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وتفكرون في خلق السماوات والأرض شوف بقى إيه اللي هيحصل بعد التفكر ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار يعني إيه التسبيح لابد أن يسبق بالتفكر في خلق السماوات والأرض حتى ينبض القلب بالتسبيح الخالص لله وحتى يتذوق القلب لذة التسبيح إحنا في حياتنا العادية وإمتى الواحد فينا بيقول سبحان الله من كل قلبه كده تلاقيه يعني سبحان الله يعني ينطق بها بكامل الإخلاص يعني تخرج من قلبه ونستشعرها لما يشوف حاجة في المخلوقات أو مكون من مكونات الكون حوالي كده ويتعجب يعجبه يعني يعجبه صنع الله تبارك وتعالى تلاقيه يتعجب حد شاف مثلا أن راح جنيت الحيوانات وشاف حيوان أول مرة يشوفه بيقوله بيقول سبحان الله لماذا؟ لأنه تفكر في هذا المخلوق وفي عجيب صنع الله تبارك وتعالى لا فالتسبيح حتى يخرج من القلب كما يريد الله لابد أن يسبق بالتفكر في خلق السماوات والأرض يا جماعة المشكلة الكبيرة جدا 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 اللي احنا بنعاني منها وإحنا مش واخدين بلنا منها خالص أننا نتعامل مع مكونات الكون وخلق الله عز وجل في الكون على سبيل الإلف والإعتياد يعني إيه؟ آه ولدنا فوجدنا شمسا قمرا نجوما سماءا أقمارا شموسا مجرات كواكب سماوات بحار أنهار زرور حيوانات المشكلة نحن خلاص يعني اتولدنا لقينا الصورة دي والتركيبة دي لا أنت عايز تتأثر بالتفكر في خلق السماوات والأرض عشان تسبح تسبح صحيح انظر لكو وكأنك لأول مرة تنظر إليه تعال بالله عليك يعني مثلا قضية مثلا البعث البعث إخراج الإنسان من قبره الإنسان يدغل القبر يصير ترابا اللهم وسع علينا قبورنا إذا ميتنا يا رب العالمين اللهم لا تضيقها علينا وادخلنا الجنة بلا حسابنا لسابقة عذاب نحن وجميع المسلمين يا رب العالمين أم يحيى يا أم ويحيى تفضالي أسمعك السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمعت عايزة أسألك سؤالي شيء فضالي حضرت هي دلوقتي واحدة بتنام وهي على جنوب فهي بتقرأ قرآن قبل ما تنام يعني بتحط دمكة بتقرأ قرآن يعني غلط دا ولا إيه حرام ولا مش حرام والله يا أم يحيى أجيبك إن شاء الله ابشري ولكن خروجا من الخلاف يا أم يحيى أكمل الأحوال أن يغتسل الإنسان ولكن ولكن إذا أراد الإنسان أن ينام ولا يستطيع الغسل ما فيش ماء كفاية مكسل تعبان جسمه مهدود يعمل إيه رخص النبي صلى الله عليه وسلم للجنوب إذا أراد أن يأكل أو أن ينام أن يتوضى يتوضى عشان يخفف حدة الجماعة يخفف حدة إليه الجماعة بس دا لا يغني عن الغزل هيقوم من النوم يقوم يغتسل هذا الوضوء يعني رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم تخفيفا لحدة الجماعة ولكن أول ما يقوم من النوم يغتسل ويصلي وأكمل الأحوال أن يذكر الإنسان ربه على طهارة وأن ينام على وضوء والله أعلم وقبل ما بتنام بتقرأ قرآن كله أحد والصور دي والله هذا يعني لا يمنع منه شيء ولكن يعني على أحد أقوال أهل العلم لا يمنع من ذكر الله الشيء فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله تبارك وتعالى على كل أحيانه ولكن كما ذكرت لك يا أم يحيى أكمل الأحوال أن يكون الإنسان على طهارة من الحدث الأكبر والأصغر عند ذكر الله وأن ينام على وضوء بارك الله فيك يا أم يحيى أن ننهي الحل طيب حاضر إن شاء الله تفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيها دكتور أسأل بس أنا أمي وأبويا متوفيين أقرأ لهم إزاي القرآن يعني أنا بقرأ القرآن وبقول وهدته وهدته لأبويا وأم ده صح ولا غلاص والله يعني هذا فيه خلافهم بين أهل العلم ولكن يعني أقرأ لكل واحد لوحده ولا هما الاثنين مع بعض عادي أنا أجيبك إن شاء الله في أسئلة تانية لا شكرا طيب طيب خراءة القرآن للميت يعني خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم يعني قراءة القرآن فيها خلافهم بين أهل العلم وجوازها البعض ومنعها البعض لأنها لم ترد ولم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فأنفع العمل مكانا موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني ادعي لأبوك أمك هاتي مثلا مجموعة من المصاحف وديها مثلا دور تحفيز أو كتاب لأنها طبعا هي بتروح في الجوامع الجوامع الحمد لله عن غنيب المصاحف وأغلب الناس ما بتقرأش فيها اعملي أي صدقة جارية عليك بالدعاء يعني المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي جاء في السنة للأبي والأم في كل سجود وفي كل ركوع وفي كل وقت أما قراءة القرآن ففيها خلاف وأكمل الأحوال ما كان موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم احنا طبعا كده ما عرفناش نتكلم طبعا عن كيف نسبح إن شاء الله في الحلقة القديمة يعني سنشرح هذه القضية بتفصيل شديد وسنتكلم عن طمارات التسبيح في جوائز وأحداث وهدايا عظيمة جدا جدا بتنتظر المسبحين في الدنيا قبل الأخيرة فأبشروا وانتظروا هذه الجوائز حلقة المقبلة إن شاء الله وقبل أن أختم الحلقة يعني الإخوة في الكنترول بيقولوا إن تردد القناة تغير أصبح 11-8-23-V ذي يعني رأسي فيريد تطبطوا الأقمار الصناعية والأطبق عندكم على هذا التردد الجديد أسأل الله تبارك وتعالى حتى ألقاكم أن يحفظكم وأن يكشف كروبكم وأن يكفيكم ما أهمكم من أمور الدنيا والآخرة وأن يرحم أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين جميعا وأن يدخلهم الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته